موسيقى 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 يعني بنقول مثلا على سبيل المثال هي أنيسة أو مطلقة أو أرمال بنقول المحافظة اللي هي بتتبع عليها بنقول المؤهل الدراسي اللي معاها بنقول السن بنقول النهاردة إذا كان عندها أولاد أو لا لو هي في حالة مطلقة أو أرمال بنتكلم عن طول وعن وزن بنتكلم برضو عن التفاصيل اللي هي بتدور عليها في الشخص اللي هي بتتمنى هي بتتمنى إيه أو بتدور على إيه بتبحث عن إيه هل هتدور على شخصية يكون مثلا من نفس المحافظة بتاعتها يكون على نفس مستوى العلم بتاعها يكون فرق السن بالنسبة لها ده فارق بالنسبة لها ولا لا كل حاجات دي هي دي اللي احنا بنترحها في الاعلام بتاعنا اللي احنا النهاردة بنحاول نحن نساعد بالناس طبعا احنا لنا صفحتنا على الفيسبوك والصفحة باسم جريدة ارتباط للزواج بيها بنحاول ان احنا نوصق كل شغلنا على مدار الفترات اللي فاتت وان احنا النهاردة اللي حابب ان هو يبتدي يرجع للمرجع بتاعنا ويبتدي يطلع على ما قدمناه وما احنا في سبيله دلوقتي من تقديم هيبتدي يخش على الصفحة هيشوف كل الفيديوهات اللي احنا النهاردة بنعرضها طبعا احنا معانا حالتين النهاردة من ده من الناس اللي مشتركة معانا ممكن استاذ ناصر يبتدي يدخل لنا الحالة الاولانية في مداخلة تلفونية وقت ما يبتدي يبقى الحالة تبقى موجودة معانا ببساطة احنا بندردش مع الشخص اللي بيبتدي يبقى مشترك معايا ونبتدي ناخد منه بياناته على الهوى ونبتدي نقول رغباته في الشخصية اللي هو بيدور عليها ومن هنا هي دي الامر اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نوصله بنبتدي نسأل المشترك معانا ونبتدي نوضح كل الجوانب اللي هو النهاردة عليها بنوضح النهاردة سنه بنوضح النهاردة مستوى التعليمي بتاعه بنوضح سكن ومحل اقامته المحافظة اللي هو بيدور عليها في نفس الوقت بنبتدي نتكلم معاه عن رغبته في الجواز ايه هو الشخص اللي هو بيتمناه ايه هي المواصفات لهذا الشخص من هنا هي دي فكرة جريدة ترتبط ليه كلمة جريدة عشان هو اعلان في بعض الناس ان هذا بتيجي بتسألني اسئلة كده حابب ان انا برضو يعني اوصل المشاهد الاقي عندك واحدة تقبل ورقة الزوجة التانية وعندها سكن طب الاقي عندك مثلا ان واحدة عربية او واحدة من اي دولة من الدول العربية يا جماعة في بعض الناس بتبتدي تعمل شو عشان قاطر تستجزب بيها الاشخاص طبعا في ان هم يستغلوا الحاجة للناس فيها استغلال مادي لهم فهتلاقي الناس بتروج على الفيس او على كل الوسائل اللي موجودة النهاردة اللي ممكن اليوتيوب او الفيس او اي وسيلة من الوسائل ان احنا النهاردة عايشين فيها بشكل او باخر اتفضل السلام عليكم السلام عليكم ازاي حضرتك الى اخبار الحمد لله ازاي حضرتك الله يكريمك في بداية الموضوع عايزين نبتدي نعرف بس الحال الاجتماعية حضرتك انيسة ولا مطلقة ولا ارمالة اهلا وسهلا بيك مبدايا اهلا وسهلا بحضرتك يعني حضرتك بتشتركي النهاردة او عايزة تعملي اعلان لاخت حضرتك ايوة طيب تمام هي نبتدي نقول مواصفات هي انيسة ولا مطلقة ولا ارمالة لا هي مطلقة وبدون اولاد مطلقة بدون اولاد عندها كم سنة اربعة واربعين اربعة واربعين سنة كويس هي المفروض من اني مكان في الاقامة يعني المحافظة اللي هي بتتبع عليها القاهرة هي القاهرة تمام اه مستوى التعليمي بقى بتاعها معها شهادة ايه معها مع كميوتر طيب معها ده بيبقى سنتين ولا اربع سنين لا ده سنتين سنتين تمام فيه شغل او حاجة بتشتغلوا لا 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 سيدة منزل يعني طيب تقدر تقوليلي بالتقريب مثلا طولها وزنها في حدود قد ايه مية تمانية وستين ووزنها ثمانين بتقريبا ثمانين تمام زي الفل الحمد لله هي ما عندهاش اولاد ولا حاجة يعني لما حصل الانفصال ما كانش عندها لولد ولا بنت ولا حاجة لا ما عندهاش اولاد لا طيب تمام مبدئيا نقدر نقول مواصفات الشخصية اللي احنا النهاردة عايزينها يعني هي بتتمنى ايه من ربنا ان يعني يوفقها بايه هل النهاردة شرط بالنسبة لها الاقامة في القاهرة ولا ممكن تنتقل لأي محافظة محافظة مصر يعني لو اللهم في القاهرة يبقى احسن يعني تمام لو النهاردة جات لها فرصة مثلا في اسكندرية او في اي مكان من محافظة مصر هي بالنسبة لها الامر ده مرفوض يعني هي النهاردة مرتبطة بقى أهلها ان هي تبقى لقامة جنبهم في القاهرة ولا ممكن تنتقل لأي محافظة محافظة مصر يعني النقطة دي سعب بتقابلنا كتير قوي بيبقى عندنا بعض الناس اللي النهاردة مثلا مواصفاتهم كويسة جدا وممكن يكونوا موجودين في محافظة تانية هي تقدر تنتقل لأي مكان تاني؟ يعني هو الأفضل تكون في القاهرة يعني الأفضل له طيب ما فيش أي اختيارات قدامنا ان احنا النهاردة لو جات لنا مثلا فرصة ان احنا نسافر برا مصر مع حد يكون مثلا موجود برا مصر مصر بيشتغل برا أو حاجة من هذا القبيل دوارب بالنسبة لها؟ آه ممكن ممكن السفر برا مصر إنما الانتقال في أي مكان تاني غير المحافظة اللي احنا فيها بتبقى بالنسبة لكو صعب مالبونا صعب شوية يعني طيب المستوى التعليمي انت قلت لي ان هي معها مؤاهل فو متوسط هل النهاردة مقيادة بحد يكون مؤاهل عالي أو مؤاهل متوسط ولا فتح الموضوع اختيارها ايه في الشخص اللي ايه عايزين لا هم واحد يكون راجل محترم على خلق يعني ويكون راجل بيعايز استقر يعني تمام يعني ايه عايز استقر هو كده كده بيتهالي كل الداخل على جواز في السن اللي احنا هنتكلم عليه اكيد هيكون عايز استقر محترم على خلق ومتدين اه السن مثلا هيبقى معنا في حدود قد ايه يعني ممكن هي تسمح للمتقدم لحد سن قد ايه يعني هي النهاردة عندها 44 سنة ممكن العريس اللي احنا النهاردة بندور عليه يبقى مثلا في حدود قد ايه يعني المضال مش مضالة سنة مضالة كل راجل كويس يعني لو حد جالها مثلا سن 60 سنة سن 70 سنة المهاردة مصر فيها كتير قوي فاحنا عايزين نحط النفسنا لمب معين من كامل كام مثلا بالتقريب يعني حد 60 كده كويس طيب لو في حد اصغر شوية من سنها بالنسبة لها الامر ده وارد والافضل برضو ما يكون اكبر منها احسن يعني تمام انما لو واحد سنه مثلا 40 42 سنة وعايز لا ممكن اه ممكن برضو مفيش مشكلة بالنسبة لها طيب هي اختيارها ايه سنتين مثل كده ولا اربع مش مشكلة يعني لا لا سواني طيب اللي انا بدور عليه حتة مهمة جدا بتقابلني كتير هل هي بتقبل بوضع الزوجة التانية والله مش الزوجة التانية بيبقى لو الشخص ده عايز يستقر ويعملها الضمات بتاعت الاستقرار يعني تمام يعني 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 لو واحد النهاردة بيوفر لها فرصة كويسة في مكان غير المكان اللي موجود في الزوجة الاولى لو هي الزوجة الاولى مثلا من محافظة محافظات مصر وهو بيوفر لها سكن بعيد خالص عن المحافظة دي بالنسبة لها وارد طالما الفكرة دي موجودة اه ممكن يوفر لها سكن او اه ويدمنها الاستقرار يعني تمام تمام نقدر نقول مثلا النهاردة في حاجة تانية ساعات الناس بتدردش فيها معايا الطلبات هو الناس بتبقى فاكرة ان النهاردة لما بيبقى عندي مطلقة او عندي ارمالة او عندي حد مثلا سابق له الجواز او حاجة ازا كده بيبقى مالوش طلبات هل النهاردة انت شايف ان اختك هتطلب طلبات من ناحية المؤخر صداق من ناحية الشبكة من ناحية ان يبقى فيه اي ضمانات بتطلبها ولا هي بتستعفي عندها بان هي عايزة حد يكون كويس وخلاص لا طبعا ولو حد كويس لو عايز زوجة تانية لازم بقى فيه طلبات طبعا تمام ولو هو مطلق او ارمال والنهاردة ده الوضع الموجود قدامنا برضه هيبقى فيه طلبات بتطلبها هي منه طبعا هو الارمال يفضل يكون الارمال يعني لان بيبعز استقرر اكتر يعني انا هي شخص تاني يعني الارمال بيبعز استقرر لا حرك ما فيمتنيش انا بس بقصد ايه ان الناس النهاردة اللي هتتصل عشان خطر تتواصل ممكن النهاردة واحد يتصل عايز يتواصل مع الحالة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة فهم تخيل مثلا في ذهنه ان هي مش هتطلب اي طلبات مادية مش هتطلب دهب مش هتطلب اي ما مش هتطلب كذا مش هتطلب كذا هل ده هو اللي فعلا عندكو هو ده اللي انتو بتفكروا فيه ولا انتو لازم ان تأمنوا البنت بنتكو عشان تبمنوا انه يبقى ليها استقرار فهتأمنوها بدهب هتأمنوها بطلبات يعني كتابية زي المؤخر الصداق زي الايمة زي 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 الكلام ده كله مش هو ده اللي انتو في بماكو عشان تحسوا بالاستقرار في الارتباط ده طيب تمام والرجل ما كنت دخل على الجوازه عايز يستقرق كده هي من حاجات ده من نفسي تمام تمام فيه اي ملاحظات تاني حابة ان انت تذكريها عنها يعني هل هي مثلا نسبة جمالها مثلا كم في المية اختح الرضا والله على قدر من الجمال تمام يعني قولنا مثلا حاجة نستجذب بيها الاشخاص يعني احنا النهاردة عرفنا ان هي سنها 44 سنة وقلنا ان هي ما شاء الله من القيارة وان هي على قدر من الجمال وان مستوى التعليم بتاع فوق متوسط وقلنا كمان ان هي ممكن تقبل وضع الزوجة التانية ودي من اكثر الحاجات اللي بلاقي عليها اقبال كبير اوي جدا من الناس اللي بتتبع اي 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 انا اواخ ببالي انا اواخ ببالي انا بتكلم على الحاجات اللي بتشد لينا اكبر كم من الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا فهو ده اللي انا عايز اوصل للجمهور ان هي تقبل بضع الزوجة التانية قلنا ان هي الحمد لله بدون اولاد يعني هتبقى يعني زي ما بنقول كده ببساطة مفيش حد بيبقى عائق معها في الحياة يعني في بعض الناس النهاردة بيبقى طلباته ان هو بيدور على واحدة يكون ما عندهاش اولاد عشان خاطر يبتدي يلاقي التفرغ منها لي فدي برضه من ضمن الميزات اللي فيها ومن ضمن الميزات التانية اللي انت قلتها زي ما قلنا ان هي كمان ممكن تقبل بضع الزوجة التانية ونسبة الجمال ان هي الحمد لله كويس فيه اي حاجة تاني حابة ان انت تقوليها يعني عنها او تقوليها عن الشخص اللي احنا النهاردة بندور عليه مع بعض والله انا حابة ان يكون ان تكون حد كويس يعني يتقدم يعني مش اي حد خلاص يعني يكون فيها عايز يستقر يعني ويكون هو راجل متدين برضه اهم حاجة وعلى اخلاق وبرضي اهمل الطلبات دي عشان خاطب انتأكد ان هو فعلا عايز يستقر للم الله حياتها يعني طبعا انا سعدت باتصالك النهاردة وبتمنى لها بازن للتوفيق وشكرا لك وشكرا لاتصالك وكن نتمنى ان هي تبقى معانا في المداخلة بنفسها عشان نبتدي تتكلم بس من الواضح ان هي يعني عندها شيء من خجل فطبعا احنا بنشكرها وبنشكر حراتك على الاتصال شكرا لحراتك طبعا يا جماعة زي ما اسمعنا النهاردة في المداخلة اللي احنا اتكلمنا فيها ما يهمناش ان احنا نعرف اسم الشخص اللي معنا طبعا الشخص ده مشترك عندي اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه طبعا ليه صورة وصورة بطاقة وليه كيان متواجد عندي بيبقى موسوق في البيانات اللي احنا النهاردة بنقدمها ليه وبالتالي النهاردة بنقدم ناس على ارض الواقع يعني اللي بيكلمني النهاردة بيكلمني على الحالة دي الهدف من المداخلة دي النهاردة ان انا النهاردة بوصل للمشاهد انا معي مين انا عندي ايه ظروفها ايه طلباتها ايه هو ده اللي انا النهاردة بحاول ان انا نعمله ان انا النهاردة بعمل اعلان للشخصية بدون ما نجرحها باي شكل من الاشكال بدون ما نعلن عنها بأي شكل يسيء لها أو لأي حد بحيث ان احنا النهاردة بنقول يا جماعة احنا معانا مين معانا ايه ايه هو الكيان اللي مشترك معانا وبها ببتدي بنعلن عن الامر عن طريق القناة اللي احنا النهاردة متوجدين عليها فبيتبعني ناس كتيرة جدا في القائرة وبرة القائرة في محافظات كتيرة من محافظات مصر بيتبعني ناس من برة مصر فمن هنا بوسع دائرة الاختيار هو ده الهدف من الامر اللي احنا النهاردة بنسعاله ان الراجل النهاردة اللي عنده الجدية اللي هيقدر ييجي واللي هيبقى مشترك واللي بيه هيقدر اوصله للشخصية دي هيبقى قدامها بدل الاختيار اتنين وثلاثة واربعة وعشرة هو ده الهدف من الامر طيب احنا معانا يا جماعة مدخلة تاني تفضل خلوه سلام عليكم عليكم السلام ازاي حررتك ايه اخبار الحمد لله ازاك ابن محمد ازاي ساحت ساعتك الله يا كرمك نعرف الاول المواصفات بتاع تحرك انيسة ولا مطلقة ولا ارمالة لا انا انيسة كم سنة انا سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين سنة طيب نقول الشهادة اللي معاكي ايه عشان خطر اندهلك بيها انا طبعا عارف ان انت دكتورة فحابب ان احنا نوصل ده للمشاهدين عشان باكده لما نكلم نقول يا دكتورة تمام انا معايا دكتورة تمام تمام زي الفل تمام حاجة جميلة ودي عجبتني جدا حبيت ان انا نلفت المشاهدين لها ان يعني ما شاء الله احنا معانا ده النهاردة دكتورة وبتعلن عن نفسها وعن رغبتها في الامر طبعا دي حاجة تشرفنا ان انت من دمن الناس المشتركة معانا وبنتمنالك بإذن الله التوفيق في الامر اللي انت عايزان ربنا يا كريمي طيب يا دكتورة احنا عايزين مهاردة نعرف مسلا مبدئيا الطول بتاعك والوزن قدي ايه انا طولي مين خمسة وثلين يعني تقريبا شفه مسالية طيب انت النهاردة بتشتغلي في مكان حكومي طبعا والحمد لله يعني من الواضح ان اللي احنا عايزين نوصل المشاهدين ان انت الحمد لله في مكان مرموك جدا او الحمد لله تمام ربنا يكريمك بإذن الله ربنا يبارك بحضر طيب المواصفات اللي انت عايزاها بقى دكتورة للشخص اللي انت بترغبي في يعني الاول انا نسيت اسألك الاول المحافظة اللي انت بتتبعي ليها محافظة ايه؟ المنصورة المنصورة اهلا بكل الناس اللي بتتبعنا من المنصورة طيب نقدر نقول دلوقتي المواصفات اللي انت عايزاها بقى بتتمني ايه في شرك الحياة والله يعني اهم شرط عندي اللي هو يكون عذب تمام هو يكون مؤهل عائلي طيب انا هستأذيك يا دكتورة بحاجة بس عايز الف يعني ليها المشاهدين هل النهاردة لو حد مثلا مطلق او ارمو بالنسبة لك الفكرة دي مرفوضة خالص مرفوضة تماما طبعا تماما يعني عايز اهم حاجة بالنسبة لك في الشخصية اللي بتتقدملك ان هو لازم شرط يكون ما سبقلوش الجواز اه تمام تمام تقدملك معه مؤهل اقل من المؤهل بتاعك هل ده ما قبول بالنسبة لك؟ لا انا بقول له حدوث اصلي مؤهل عادي يعني جمعا مش بس ما يقولش ما يكونش اقل من جمعا يعني مثلا ما يكونش تجلوم يعني كده لا يعني يعني ممكن اي حد مسلا يكون اه مسلا معا باكليوس تجارة اه لسان صحوق اه اداب ممكن يكون يعني يعني مش شرط يكون معا اه تمام عادي بس يعني اه بس وظيفة كويسة تمام تمام الحاجة التانية اللي انت عايزاها بقى واللي انت بتركز عليها هل الاقامة بتاعتك عشان انت النهاردة بتشتغلي في مكان حكومي وفي مكان اه تابع لمحافظة منصورة هل هتقدر يتنقل شغلك ولا عايزا من نفس المحافظة اللي انت منها لا لا يقولوس محمد اي محافظة انا ممكن ننقل اي جامعة فا اي محافظة مش مشكلة عندي تمام يعني انت الاقامة بالنسبة لك مش شرط في المنصورة ممكن في اي محافظة من محافظات مصر حتى لو كانت الصعيد 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 يعني عشان نوصل الصورة للمشاهدين لا اي مكان غير الصعيد يعني زي بحثة الصعيد يعني هتبقى صعبة شوية صعبة شوية الصعيد الا بقى لو مثلا يكون اخلقه كويسة او حاجة تكون يعني كويسة في اللي ما تنزل عن موضوع الاقامة طيب تمام يعني حتة السفر برا مصر يا دكتورة وارد بالنسبالك ان انت مثلا ممكن لو حصل نصيب بمشيئة الله ولاقيت حد كويس وقالك هنسافر برا مصر وارد ان انت تاخدي مثلا اجازة بدون مرتب او تستقيل من شغلك او حاجة من الهزر قبيل اه طبعا دوارد ما انا ممكن اروح اشتغل في الجامعة انا نفسي تمام طبعا اصطفق برا تمام والطلبات اللي سعدت الناس بتطلبها بعد الجواز يقول ان انا عايز الستة بتهتم بي وببيتي وبأسرتي وبأولادي هل هيبقى ليكي بإذن الله ده مثلا وربنا يوفيك في حد هل هتستقر في البيت ولا هتفضلي برضو محتفظة بالكادر الوظيف اللي انت وصلتين انا بشتغل عادي بس في حاجة عندنا مثلا اسمها اجازة جزء من الوقت انت مثلا تروح اسبوعين وتقعد في البيت ثلاثة او العكس يعني فيه اجازات متاحة بالنسبة لنا لو انا عايز ااخذ اجازات في الاسبوع او كده اه لا انا باتكلم على نقطة تانية انت مخدتيش بالك منها في بعض الناس احنا بحكم مجتمعنا الشرقي بيحب ان الزوجة بتاعته ما تعملش تبقى متفرغة ليه والأولاده هل وارد بالنسبة لك الفكرة دي يا دكتورة ان انت بعد ما يحصل لك النصيف فحد يكون كويس لا حاليا لا مش واردة حاليا صرا يعني هتفضلي متمسكة بقصة الشغل بعد الجواز اه اصلا بدل الشغل مش هيأثر عليها ما بيش مشكلة يعني تمام وبقول لحضرتك كمان اللي فيه اجازات متاحة بالنسبة لنا اه يعني اجازات مثلا تبقى طويلة يعني ممكن تاخدي اجازة مثلا سنوية ممكن تاخدي اجازة بمدة طويلة اه اه عاية اجازات كتيرة عندنا في الجامعة اه طبعا تمام تمام طيب ايه المواصفات تانية اللي انت حابة ان انت توصليها المشاهدين ياريت يكون يعني يكون غير مدخن برضو تمام السن يا دكتورة معنا لحد كم سنة يعني حضرتك انت بتقولي ان انت 37 سنة تمام سن المتقدم ليكي يعني بتسمح الحد قد ايه وضعي يعني هيكون حاجة واربعين بس انا مش في دماء حاجة معينة يعني يعني تمانية واربعين سبعة واربعين ماشي زي حالتنا كده ولا ولا نحاول نقل شوية في السن يعني مثلا من حد خمسة واربعين مثلا يعني اقصى حاجة اقصى حاجة لحد خمسة واربعين سنة تمام وزي ما قلنا ان احنا ممكن ننتقل لو لقينا حد كويس ومحترم في اي محافظة محافظات مصر مفيش مشكلة بالنسبان شرط بالنسبالك انت الاساسي ان هو يكون اعزب ما سابقلوش الجواز ايوة تمام كده في اي حاجة تانية عايزة تلفتي بيها معانا للمشاهدين اللي بتفرج علينا واللي النهاردة بتتبعنا لمواصفات تانية انت رغبة فيها في الشخص غير ان هو يكون مدفن حتة بقى مهمة جدا في ناس كتيرة بتسأل عليها حتة ان هو لازم يكون ميسور مديا عشان يبقى فيه تكافؤ مدي هل بالنسبالك الحتة دي مهمة يعني هتطلبي مثلا طلبات معينة كدهب او تمام طلباتك يا دكتورة كدهب او كمؤخر صداق او الحاجات اللي هي سعبت يعني بتقلل نسبة الجواز عندنا في مجتمعنا هل الطلبات دي بالنسبالك يعني لو هنقدر نقيمها النهاردة بمبالغ مادية عينية هل النهاردة ممكن نطلب كام دهب مثلا من المتقدم ليك انا ما فكرتش فيها بالصراحة يعني ما احنا عايزين نوصل للمشاهد النقطة دي عشان خاطر برضو يعني يبقى عارف هو بيقدم على ايه هل النهاردة مع ظل الغلاء اللي موجود في الدهب هنطلب منه ذهب بكميات كبيرة يعني مثلا خمسين جرام ستين جرام مجرام مثلا زي ما نقمش نقمش كميات كبيرة طبعا في المعقول يعني المعقول العادي المعقول العادي ده مثلا لو حد من صحباتك من قريبك من الناس اللي النهاردة تعرف فيهم حصل له نصيب تقدر تدربين بيه مثلا تقربي بيه الامر للمشاهد والله أفضل دي حاجة برضو ترجع الايه هو يعني هو مزياته ايه هو قدراته مزيات ايه انا برضو مش هقدر اقول لحضرتك مبنى معين لا انا بقصد ان انت ترابيلي مثلا من حد من صحباتك من حد من قريبك من حد من اخواتك من حد من زاملاتك في الشغل شايف ان هو يعني ده العرف المتداول او هو ده يعني ده يعني الحاجة اللي جربتها حفلانة فانت شايف ان ده حاجة يعني مقبولة وبالنسبة لك اه مش مبالغ فيها لا مش مبالغ فيها طبعا يعني مثلا ممكن مسلا انا عاش في حد مسلا جابت ثلاثين اربعين تمام ده بالنسبة للدهب بالنسبة اه للحاجات اللي هي بتبقى اه الناس بتطلبها كمؤخر صداق مسلا لا دي ما ما فكرتش فيها خالص محمد اقومش حارف اجاب حديثك عليها يعني لان انا نسألها المفكرتش فيها بس اكيد هيكون في العادي برضو تمام اصلي انا ليه بسأل السؤال ده يا دكتور عشان في بعض السيدات النهاردة بتحاول تأمن نفسها بحاجات تبقى الى حد ما تأمنها مع الشخص تبقى دخلة الحياة وهي متطمنة ان مش هيبقى فيه لقدر الله حاجة وحشة ممكن توصل لها يعني يا قدر محمد ام لقد ديت مش يلا هتأمن يعني اكيد طيب فيه اي حاجة تاني بتبنيها في الشخص اللي انت عايزها يا دكتورة يعني احنا النهاردة قلنا ان سنه مثلا في حدود حاجة واربعين يعني قلنا خمسة واربعين مثلا او يعني في السن ده بالنسبة قلنا ان هو شارط بالنسبة لك ان هو يكون معاه مواهل عالي يعني حد يكون جامعي في نفس الوقت ان هو انت قلت من شوية زوجة تانية او مطلق او ارمل لا ده ما منوء احنا عايزين حد اعزب بس اه قلت الاقامة ممكن تبقى في اي مكان جوة مصر او برا مصر فيه اي حاجة تانية حابة ان انت يعني تركز عليها اقول احنا تكسرت اللي هو الغير مدخن ده اهم حاجة غير مدخن اه طبعا اهم حاجة ومتدين ام اكيد طيب فيه اي طلبات تانية حابة ان ان انت تذكريها معايا على الهوى عشان خاطر نوصلها للمشاهدين لا مفيش حاجة خلاص كده تماما طيب احنا طبعا احنا طبعا ظاهر دلوقتي معانا رقم تليفون الرقم التليفون اللي انت النهاردة احنا ظهرينه معانا على الشاشة ده رقم كنت الشخصي اللي هو المفروض انت هتبتيت استقبلي عليه المكالمات لو فيه اي حد عايز يتقدم لك صح كده تمام طيب انا عايز برضو اوصل للمشاهد حاجة مش معنى ان احنا النهاردة حطي الرقم تليفونها ان هي النهاردة هتنزل تقابل اي حد احنا عايزين برضو نوصل حاجة احنا بندى فرصة للناس اللي مشتركة معانا ان هي النهاردة تعلن عن نفسها وتحط رقم تليفون عشان تبتدي الناس تعرض عليها ظروفها ولما يبقى فيه جدية لحد شايف انه هو مناسب يبقى هيخش عن طريقنا صح كده دكتورة مصبوط يعني هيجي وهيشترك عندي وهبتدي النهاردة اخذ منه صورة بطاقة وصورة شخصية وهيدفع مقابل مادة كبيرة عشان يبتدي ابمن بها ان هو عنده الجدية في الامر مش معنى ان هو النهاردة حطينا رقم تليفونك ان هيبقى فيه مقابلة ويخش على البيت على طول انتي مش هتقابل اي حد الا بعد ما يبتدي يبقى عندي ليه اشترك كامل يتملي ويبملك البيانات بتاعت ويبملك ويبملك ان هو يكون حد على نفس المستوى صح كده؟ شكرا لك يا دكتور طبعا زي ما شفنا يا جماعة من شوية معانا حد وصل لمركز علمي كويس يعني ما شاء الله هي دكتورة وعندها 37 سنة ومن منصورة معروف طبعا المنصورة يعني واخد نسبة من الشهرة في نسبة الجمال وهي ما شاء الله حد على قرم الجمال والادب والاخلاق ومع ذلك بتعلن عن نفسها بتعلن عن رغبتها في الامر اللي هي بتتمنها وبتعلن عن الامر من خلال النهاردة البرنامج اللي احنا بنقدمه وزي ما احنا ما شفنا من شوية هي رغبتها في الجواز واتكلمت عن نفسها وعن رغبتها وحطت رقم تليفون طبعا ده مش الرقم الاساسي بتاعها يا جماعة الرقم ده بتبقى هي شريعة مخصوص للإعلان انا بضرب بالحالة دي مثل لكل المشاهدين وكل المتابعين معايا ان احنا النهاردة بحاول ان انا ساعد الراجل او الست اللي معايا بالطريقة الطريقة اللي احنا بنعرفها لناس المشاهد العادي ان انا بعمل اعلان بعمل اعلان عشان ادور في وسط كبير جدا ادور في مجتمع النهاردة بيتابعني احنا موجودين على سقف عالي قوي اسمه قناة فضائية بيشوفني النهاردة الناس كتيرة من كل محافظات مصر وبر مصر فهو ده الهدف الاساسي من الامر اللي احنا بنقدمه احنا بنعمل اعلان اعلان للراجل او للست بنقول موصفاته على الهوى بنقول طلباته بنبتدي نحط لي رقم تليفون لو هو حابب ان هو ده يعمل ده بحيث ان هو يختار من الناس اللي هتتصل عليه افضل اختيار ليه وهي الامر اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نوصله ونقصله ان احنا النهاردة بنحط المجتمع بتاعنا كله قدامها بتبتدي هي تختار منه ومن هنا هو ده الهدف من كلمة جريدة ارتباط ان ما يبقاش احنا قصرين على عدد من الناس المشتركة معانا لا احنا النهاردة لما بيجي لي راجل او ست النهاردة بيشترك معايا بساعده بان انا النهاردة اوصل صورته لكم كبير جدا من المشاهدين وهو بيختار ولما النهاردة بيحصل الاختيار على حد بيبتدي النهاردة الاختيار ده انا اللي بأكده يعني ازاي بأكده النهاردة احنا عملنا اعلان وحطينا رقم تليفون بس عشان النهاردة الشخص النهاردة اللي اتصل عليها والنهاردة اثبت لها بياناته يبقى عنده الجدية لازم ان يجي لي الاول ويشترك عندي ويبتدي النهاردة اتأكب من كل بيان لي لازم ان ابقى عندي كل البيانات اللي تثبتلي مؤهله الدراسي ان يتثبتلي ان هو ما سابقلوش الجواز ان هو النهاردة بيشتغل في مكان كويس مرموك كويس يليق بالشخصية اللي احنا النهاردة بنقدمها لازم ان ابقى متأكد من مستوى المادي ان هيقدر يفتح يعني بيت في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها التالي هو النهاردة هو ده الشخصيات اللي احنا النهاردة عايزين نوصل لها عايزين نوصل لراجل يكون بمعنى الكلمة راجل يكون هيقدر يفتح بيت راجل النهاردة هيكون عنده المسئولية اللي تيسر عليه ان هو يطلع بيت محترم النهاردة هي دكتورة وهو لازم ان يكون مستوى العلمي يكون برضو مش اقل منها في المؤهل الدراسي يكون معاها مثلا يعني اضعى في الامان هي طلبت ان هو يكون بس معام واهل عالي يعني ما حطتش النفسها اشتراطات مادئية يعني اشتراطات علمية الناس ما يكون دكتور او مهندس او هي طلبت النهاردة ان هو يكون مثلا حد بيشتغل في مكان كويس محترم وفي نفس الوقت يكون ما سبقلوش الجواز وفي نفس الوقت يكون سن مناسب لسنها ما يزدش عن 40-42 ماكسما بالنسبة لنا هيبقى 45 سنة وبالتالي من هنا نبتدي نوصل الشخص اللي النهاردة ويبتدي يخش على الناس وهم متطمينين لي هو ده الهدف معانا مداخلة الفنية تانية تفضل الو 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 طبعا احنا المداخلة من الواضح ان هي في حاجة في الاتصال طيب نبتدي طيب نكمل بقية كلامنا احنا النهاردة اتكلمنا عن اخت من القاهرة اتكلمنا عن مطلقة عندها 44 سنة وما عندهاش مانع ان هي تبقى الزوجة تانية وما عندهاش مانع ان هي تبتدي مثلا حياتها لان هي الحمد لله بدون اولاد هو ده الامر اللي احنا النهاردة عايزين نوصله المشاهدين لما جينا اعلننا عنها ما قلناش اسمها ما قلناش عنوانها ما قلناش اي حاجة توضح صورة الشخصية اللي معانا لما جينا اتكلمنا مع الدكتورة اللي النهاردة عندها 37 سنة برضو ما حبناش نزهر باي حاجة تسيق ليها فهو ده الهدف من الامر ان احنا النهاردة بيبقى عندنا بيانات كل شخصية النهاردة اشتركت عندنا كاملة يعني انا معايا حتى صورة الشهادة بتاعت التخرج بتاعت ومعايا كرنيش شغل بتاعها وعندي النهاردة بتاعتها وعندي كل بيانات وعندي صورتها بس ده ليه انا ليه انا عشان خاطر لما يجيلي النهاردة حد ويشترك لازم ان النهاردة اطلب منه نفس الطلبات اللي بيها بطلبها منها عشان النهاردة لما يجي اقدم لها الشخص اقدم لها شخص اكون انا واثق فيه فانا النهاردة بحاول قدر مستطاع ان انا بقى معايا حالة واثق فيها وفي بياناتها عشان ابتدي اقدمها للمشاهد واقول ان دي حالة مشتركة معايا انا عندي كل البيانات اللي اتأكد سنها كل البيانات اللي اتأكد النهاردة الدرجة العلمية اللي هي حصل عليها عشان النهاردة اكد للشخص النهاردة المكان اللي هي بتسكن فيه او المكان اللي هي منه او اللي هي قامة فيه فلازم يبقى عندي ده انما ده لن نعلن عنه اطلاقا وما ينفعش بأي حال من احوال ان انا نهاردة اخد المعلومة الا بشكل رسمي انا بقول الكلام ده للناس اللي حابة ان هي تشترك معانا ان احنا النهاردة كل واحدة او كل واحد هيشترك معايا بحتاج منه ما يسبب بياناته عشان لما اطلع على الهوى واتكلم عنه واقول النهاردة مواصفاته وابتدي اعمله اعلان لازم اقدم حد حد بجد يكون حد حقيقي حد يكون محترم حد يكون مواصفاته بنفس اللي احنا بنتكلم عليه هو ده الهدف من الامر عشان خاطر الناس اللي النهاردة في بعض السيدات ده بالذات بلاقيه في السعيد بلاقيه ان تقول مش هينفع ابعد صورة واحدة تانية مثلا تقول اصلا منقبة مش هينفع ابعد صورة مش هينفع ابعد كذا صورة بطاقة فانا يا جماعة انا مقدرش اساعد اي حد واتكلم مع اي حد او اعرض اي حد الا اذا كان لي ملف كامل في كل البيانات اللي ديها لما النهاردة اعلن عنه وابق انا واسخ انا بقدم للمشاهد مادة لازم ان ابقى متأكد من المادة اللي انا النهاردة بقدمها لازم النهاردة لما اتكلم عن شخص ويجي للنهاردة المواصفات اللي تنطبق عليه وحابب ان هو النهاردة يروح على سبيل المثال جالي اخ النهاردة مثلا بعد الحلقة وعايز يتواصل مع الدكتور وعايز يروح له وبعد ما جيه واشترك وخدت منه كل بياناته وعايز يروح يقدم نفسه للأسرة فاقل طلب يروح لها مثلا المنصورة لو هو مثلا من القيارة او هو مسكندرية فاضعف الإيمان ان هو يبقى عارف الشكل العام عارف شكلها مواصفاتها هل هي مثلا بالنسبة له ده نسبة الجمال ده كويس هل هي صامرة هو مش عايزة صامرة عايزة بيضة عايزة طويل عايزة قصيرة عايزة رفيع فكل واحد النهاردة من حقه ان هو النهاردة طالما جيه واشترك عندي وابتدى خلاص يبقى حد موثوق فيه هيبتدي يروح البيت بتاع الناس لازم لما يروح البيت يبقى عارف المواصفات الحالة اللي هو هيروحي النهاردة ويقعد واتكلم معها مش هيروح على الغيبان انما احنا النهاردة بنعمل ده للمشتركين بس انما غير كده لا يعني النهاردة لما بيجي النهاردة بعض الناس النهاردة تشتري الجريدة بتاعتنا اللي بيبقى فيها بعض المحتوى لبعض السيدات انا النهاردة بنزل مثلا على سبيل المسال جريدة بتبقى موجودة في كل محافظات مصر وهي دي اللي بتمول الفكرة بتاعتنا اللي احنا النهاردة موجودين بصدادها ان احنا النهاردة بنعلن عن بعض الاشخاص شهريا بنقول مواصفاته بنقول طلباته بنقول رغباته بنحط رقم تليفون بحس ان اي حد من الناس النهاردة يبتدي يتواصل مع الحالة ويبتدي يعرض نفسه عليها بس بدون منحط اسماء بدون منحط عنوين بدون منحط صور بدون منحط اي حاجة تمس بالشخصية حتى رقم التليفون بيبقى شاريه الشخص من خلال مش ده الرقم الشخص بتاعه بيبقى شاريه من اي شركة من شركات الاتصالات وبيبقى رقم جديد خالص مخصوص بالاعلان بحيث ان هو النهاردة وصل للامر اللي هو عايزه يبقى خير ما وصلش يبتدي بعد كده يدور على ان هو مع حد تاني وحد تالت لا حد ما يوصل اول ما يوصل للشخصية اللي هو عايزها واللي خلاص الحمد لله حصل الارتباب بيننا وبين بعد بناخد الرقم بنرميه وانتهينا على كده وبينكمل حياتنا بشكل بدون ما نجرح نفسنا وبدون ما نشهر بنفسنا هو ده الهدف من الخدمة اللي احنا النهاردة بنقدمها بنحاول ان احنا نساعد الناس عن طريق الاعلام بنهرب من التكرة السائدة عند بعض الناس وعشان كده يا جماعة انا بحاول ان انا نلفت نظر الناس اللي بتتبعنا مش معنى ان انا النهاردة بحط رقم تلفون ان ده النهاردة هيسبب لي ازعاج او لي مشاكل ما انا النهاردة بطريقة بسيطة في واحد النهاردة مثلا بيرن عليه انا واحد من الناس انا بكلم عن نفسي انا النهاردة مثلا حطت ارقام تلفوناتي موجودة على الشاشة قدامكم واحد بس بيرن عليه مجرد ان هو بيرن عليه ده انا بعمله حظر للرقم بتاقله ما عندهش الجدية هو لو عنده الجدية يبقى هو النهاردة قادر ان هو يتكلم يعبر عن نفسه هو في الاصل ما عندهش الحتة دي فبالتالي ده ما ينفعنيش مجرد النهاردة ان واحد مثلا اساء وغلط او بكلمة او بكلمة سهلة جدا في ظل الظروف اللي احنا عاملينها النهاردة واللي احنا عايشين فيها ان اي رقم بيداقني بكلمة بقى اعمله حظ هيجيب رقم تاني وتالت ورابع وعشر هو اللي بيخسر مش انا انا قاعد حط رجل على الرجل بقى اتعامل مع الناس بالمنطلق اللي انا شايفه صح حاليا واللي انا عايزه هو ده اللي انا النهاردة بقدمه هو ده اللي انا عايز اوصله ان احنا النهاردة اعمله حظ على الرقم بتاعه وبرايح دماغي من الحاجات اللي اتأخرني انا عايز حد يقدمني عايز حد يجبني لقدام انما اللي هيرجعني وراء واللي هيتطلعني من الامر اللي انا فيه بابتدي النهاردة هستغنى عنه ببساطة جدا بعمله حظ للرقم بتاعه واتطلع من دماغي فده اللي انا عايز اوصله انا ساعد كتير جدا لما بفيجي واحد مثلا على سبيل المسال ده برضو للعلم يعني المشاهدين واحد الاقي مثلا عملله 17 واحد حظر يعني على طول هيتلاقي النهاردة كل الناس عندها في تليفوناتها يعني خاصية موجودة بتعرفك الاسم وتعرفك الرقم ده مثلا اذا كان محظور او مش محظور مجرد ان انا بلاقي رقم الناس اجتمعت عليه 16 او 17 شخص وشايفين ان الراجل ده اساء ليهم فبتينا كمان اعمله حظره من غير ما اعرف هو مين من غير ما اتكلم معاه يعني انا عايز برضو بوصل ان احنا النهاردة مش معنى ان احنا بنحط ارقام تليفونات ان حد هيدايقني لا ما فيش حد هيدايقني انا هوصل للامر اللي انا عايزه وبإذن الله هوصله لان انا ما بعملش حاجة غلط وما بعملش حاجة حرام هو اللي انا عايز اوصله مشاهد ان احنا النهاردة بنا بنتعامل بشكل يسمحلي النهاردة ان انا هتعامل مع الناس الصدقة هيسمحلي بان انا النهاردة عرف البناء ادم الرقمين اللي موجودين على الشاشة دلوقتي عليهم واتساب اي حد النهاردة بيكلمني عشان ابتدى اتكلم معاه لازم اعرف حقيقة ولازم اعرف شخصيته ولازم اعرف الراجل ده او الست دي فعلا صدخة في بياناتها بيقول لي مثلا سنه بيقول لي النهاردة مؤهله الدراسي بيقول لي النهاردة على سبيل المثال اللي عمله ابعت لي كل الكلام ده عن طريق التلفون واحنا عاديين في لحظتها انت قاعد في اي محافظة بر مصر جوه مصر ايا كان المكان اللي انت فيه يبعت لي صورة البطاقة ويباين لي فيها كل بياناته وصورتك الشخصية او صورتك الشخصية بعد كده ابتدى استرسل معاه لقينا فيه اتفاق بيننا وبين بعض خير هنكمل مع بعض عايز اشترك معاي هبتدى ساعده هساعده مش عايز خلاص احنا انتهينا بس اعرف الشخص اللي بيكلمني يعني مش هسمح النهاردة انا بتكلم عن نفسي وهو ده اللي بركز مع كل واحدة مشتركة معاي عليه يعني ما تسمحيش لأي حد النهاردة يكلمك وانت ما انتش عارفاه وارد ان الشخص يتصل يقول بيانات طب انا هتأكد من البيانات دي ازاي اتأكد من سنك ازاي اتأكد من حقيقة الامر اللي انت بتدعيه عن نفسك ازاي يعني واحد يكلمني يقول لأنا المستشار فلان اهلا يا سيدي ان انت المستشار طب ايه اللي يزبط لي ان انت مستشار ايه اللي يزبط لي ان انت النهاردة راجل زابط ايه اللي يزبط لي ان انت راجل مثل على سبيل المثال دكتور أو مهندس لازمة النهاردة تبعط لي صورة البطاعة عشان أعرف أنا بتكلم مع مين ده أضعف الإيمان للناس اللي عندها المصدقية للناس اللي عندها الجدية فبقت سهلة جدا أن أنا النهاردة أعرف أختار من الناس اللي بيكلمني أعرف أتكلم مع مين وما تكلمش مع مين واحد النهاردة يقول لا أنا مش هبعى الصورة البطاعة خلاص يشوف حد تاني شوف طريق تاني مع السلامة وأعمله حظر سهلة جدا بقت الدنيا بقت فيها حاجات بتساعد بتساعدني وبتساعد كل واحد واحدة النهاردة مشتركة عندي أنه هو يوصل للأمر اللي هو عايزه بدون حد ما يتعبه ولا يضايقه ولا يعني يوصله لحاجة ممكن توسيء ليه فأنا اللي بحاب أنه أنا أركز وعيد عليه باستمرار أن الراجل اللي النهاردة هيقدر يتجاوز ويفتح بيت في ظل الظروف اللي إحنا عايشين فيها النهاردة ده هنفتح له بدل الباب عشر تلاف بيت هفتح له النهاردة باب واثنين وثلاثة من الناس اللي مشتركة معايا هفتح له باب واثنين وثلاثة أن أنا هاعلن عنه هتكلم معايا هخليه النهاردة يحط رقمه على الشاشة بحيث أنه لو في واحدة النهاردة من المشتركات اللي عندي ما تناسبتش معايا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر لا أنا هجيب له ناس تانية هجيب له ناس من المشاهدين هوصل صورته للناس اللي النهاردة بتبتدي تتابعني واللي كام كبير جدا من شعب مصر عايز يوصل لموضوع الجواز فانا بساعد الراجل او الست النهاردة مش بالمتاح معايا بس مش بالمشتركين معايا بس لا ده انا النهاردة بساعد الراجل او الست اللي النهاردة عندهم الجدية واللي عندهم فعلا مصدقية في الام ان انا وصل لهم اكبر كام من الناس لحد عندهم هم عاديين في قلب البيت ويبتدي اتخير احسن عرض ليه هو ده اللي انا النهاردة بعرف اشتغل عليه هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنقصالها واللي احنا على مدار الفترة اللي فاتت من 2011 و2012 لحد 2019 النهاردة ودخلينا على 2020 هو ده اللي انا بعمله ما بكتفيش للست اللي عندي بالاشخاص اللي موجودة عندي عشان برضو ليه انا بقول الكلام ده عشان اوصل للمشاهد النهاردة فيه واحد ما سنتصل عليه او واحدة طب انت عندك دكتور طب انت عندك مهندس طب انت عندك كذا لو فرضنا عندي عشرة والعشرة شفتيهم ما ما حصلش نصيب هكتفي على كده وافضل قاعد بقى مستني لما يبقى يجيلي دكتور تاني او مهندس تاني او ظابط تاني او ايا كان لا انا بساعدك من خلال النهاردة بعملك حاجة ما فيش حد تاني بيقدر يعملها بعمل ايه بعمل اعلان بتكلم عنك بتكلم عن مواصفاتك بتكلم عن رغباتك على الشاشة بيشوف الاعلان ده الناس في كل مكان برا مصر وجوه مصر في كل محافظات مصر الشخص اللي النهاردة هيزبط مصدقيته اللي النهاردة هيبتدي ينفس فعلا ده بامر جدي بامر فعلا بيزبط فيه الامر ان هو بيجي وبيشترك وبيدفع فلوس وبيبتدي باخد منه معلومات مؤكدة من خلال بطاعته من خلال شهدته من خلال كرنيه شغله اللي النهاردة بيقدمهولي فبالتالي ببتدي أفتح له الباب بتاعك وبتاع الناس اللي النهاردة هيبتدي يتكلم معاهم ومن هنا هنوصل للراجل اللي فعلا بجد عنده المصدقية هو ده الأمر اللي أنا النهاردة بأصله واللي أنا عايز أوصله لكل مصر ولكل المصريين اللي النهاردة بتشترك معايا يا جماعة مش معنى أن أنا بحط رقم تليفون لأخت دكتورة والنهاردة أن أنا كده بأسيق ليها لا بالعكس أنا بساعدها بأن أنا بحط تحت تيها وقدامها كم كبير من الاختيارات بتختار بتفرز هو ده الهدف اللي احنا النهاردة بنسعى له من فكرة جارية الترتباط أن احنا النهاردة يا جماعة اللي بيجي أشترك معايا بساعده بأكتر من طريقة بساعده أن أنا النهاردة بعرض عليه الناس اللي موجودة معايا بساعده النهاردة من خلال الناس اللي النهاردة بتشاهدني واللي بتتبعني ودي أكبر كم من الاختيارات بتبقى قدامه وهو يبتدي يشوف الأصلح ليه والأنسب ليه ويبتدي يتواصل معاه وفي النهاية طبعا أنا برضو بحب أن أنا أعيد وكرر يا جماعة اللي ما شفش حلقاتنا قبل كده اللي ما كانش ليه متابعة لنا من قبل كده إحنا لنا صفحتنا موجودة على الفيس فيها كل البيانات اللي احنا النهاردة تكلمنا مع بعض عليها يعني كل الحلقات اللي سابقة من 2011 و2012 موجودة على صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ارتباط للزواج وبيها يقدر أي شخص النهاردة يخش ويشوف الكلام اللي احنا بنتكلم عليه وطبعا أرقام تلفناتنا بتبقى موجودة على الشريب بتاع القناة على مدار الشهر كامل بيبقى موجود باستمرار وهو دي الأرقام اللي بتبقى موجودة معايا وأي شخص راجل أو ست عنده مصداقية وعنده الإمكانيات للجواز هبتدي يلجأ لي بإذن الله مش هسيبه ألا بإذن الله يوصل للأمر اللي هو بيتمنىه أنا كل اللي بدور عليه وكل اللي أنا النهاردة عايز أوصله للمشاهدين إن احنا النهاردة لما بيبقى معايا حالة بدور في المشتركين اللي عندي وبدور في الناس المشاهدين اللي عندي اللي بيتتبعني واللي موجودة النهاردة من خلال القناة الفضائية اللي احنا موجودين عليها فمن هنا يعني الحمد لله أنا بحس إن احنا الحمد لله مميزين بإن احنا موجودين في مكان كويس مكان راقي بنستخدموا استخدام الحمد لله بميرد للغة بحاول أن أنا أتكلم عن أشخاص حقيقين بتكلم عن ناس جديين عندهم الجدية في الأمر وبساعدهم بأكتر من طريقة بساعدهم بأن أنا النهاردة بوفر له من الناس اللي عندي الشخصية اللي هو بيدور عليها بوفر له من المشاهدين أن النهاردة نوصل صورته وصورة الطلب اللي هو بيتمنى من ربا سبحانه تعالى أن هو يوصل له من الناس اللي بتشوفنا والناس اللي بتتبعنا وهو ده اللي احنا النهاردة بنقدمه وبشوف ان ده انفراد دينا الحمد لله وهو ده سبب استمرارنا وعايز برضه اوصل للمشاهد يا جماعة البنادم اللي بيوصل دغري واللي بيمشي صح هو ده البنادم اللي في النهاية بيوصل احسن حاجة فعشان كده انا النهاردة كنت واضح وكنت صريح مع كل الناس اللي بتتبعنا في كل حاجة ان انا النهاردة اعلنت عن شخصيات حقيقة موجودة على ارض الواقع والنهاردة بقول رغبتهم في الامر اللي هم عايزينه بس برضه الشخص اللي النهاردة هيجي يزبط المصدقية في الامر وهيبتدي النهاردة يبقى مشترك معنا هو ده اللي هنفتح له الباب وارد انه هو بعد ما يخش على الناس ويبتدي يعني يعب معاهم ما يحصلش توافق هل يا تارى دوري بينتهي عندي كده لا انا ببتدي اساعده تاني وتالت ورابع راجل جد ست جد خلاص انتهينا على كده ما حصلش نصيب مثلا مع الدكتورة يعني لو هنضرب مثلا لو جالي واحد النهاردة على نفس المستوى وبعد ما اشترك وبتاعه راح وقعب مع اهله ومع الاسرة وما اتفقوش مع بعض السبب او الاخر بعد وقت ما خلاص انا كده الفلوس بتاعتي راحت هل كده دوري انتهى لا بدور على حد تاني وحد تالت وحد رابع لحد ما اوصل ان هو اوصل للي هو عايز نفس القصة بالنسبة للسبت اللي النهاردة اشتركت معايا معنى الاشتراكات اللي احنا النهاردة بناخدها من المشتركين مش معناها ان انا بعمله خدمة او اعلان مرة او اتنين او تلاتة لا احنا بنفضل معايا لحد ما نوصله للهدف اللي هو بيدور عليه طبعا انا ساعت النهاردة بلقاءنا مع كل المشاهدين وبأتمنى بإذن الله التوفيق لكل الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا والناس اللي عندها رغبة في الجواز والناس اللي فعلا بجد بتتمتع بالمصدقية وأتمنى بإذن الله ان انا اكون ضيف خفيف على كل الناس اللي كانت معنا شكرا لكم وشكرا لحسن استمعكم السلام عليكم